نهاردة بعد المباراة الشهين ناوي كان له خطأ في احدى الاهداف وبدأ الناس تنتقد الشهين ناوي بقصوة كتير يعني وانت الشهين ناوي اقتراك بقيت كثيرة الفترة الاخيرة ان الشهين ناوي لازم يبقى ليه حارس بديل اقوى من علي لطفي انه الشهين ناوي مش مركز انت شفت الخطأ بتاع الشهين ناوي ازاي او تعملت معه ازاي انا شايف من وجهة نظري ان يعني وضع طبيعي ان محمد الشهين ناوي بقاله 4-5 سنوية بقالعب ومنتخب مع النادي فطبيعي انك انت هيجي له اخطاء والاخطاء تراهما انت بتلعب 4-5 سنين مع منتخب في كل البطلات مع منتخب اولمبي في اولمبيات مع النادي الاهل في جامعة البطلات فطبيعي انك انت على مدار ال5 سنين انت تخطأ في السنة خطأ خطائين ده وارد عادي مفيش مشكلة ولكن انا عايز اتكلم ان طبعا لhips اخطاء للشهين ناوي مش الجول بس يا كريم فيه أخطاء أنا أحسها كحارس مرمى في أن النهاردة الكرة بترتدي من إيده الخروج بعض الأوقات أن أنا نهاردة انفراض ما ينفعش أروح رايح على الأرض مرة واحدة لازم أروح واثبت عشان تشيبات الحاجات دي أنت بتقابل لبل عالي قوي لبل أنك إنت لما تنفرد به غير مع الفرق اللي في الدوري بيروح بنشوت وخلاص لكن أنت بتتكلم في ناس كوالتي عالية جدا ما بتروح على المرمى هو عارف من خرم إبرا زي ما قبله وعرف يجيب جول انت شفت اللي جوان كولاري للمدريد تشيبات الجولاري للمدريد تهويش ويستنى ويتقل فالكلام ده مش هتلاقي عندك في الدوري لعيبة بالكولارتي دي بالفكر ده أن أنا تحت ضغط هو الوقت مثلا أي لعيب هيقابل النادي الأهلي هيقابل الشيناوي مش هيصد أنه هو وصل لجون النادي الأهلي فبالتالي هتلاقيه رح مديها واحدة أو حطتها بره أو حطتها في جسمه أنت لفت النظر لنقطة مهمة جدا طبعا أنه حتى لو شفتوا الشيناوي بيغلط الشيناوي برضو لو بيلعب هو مستوى كواليتي أو لفل معين هو كيف متعود يعمل كيف في الدول مصر إنه ممكن في الانفراض ينزل ينام عادي لكن في الليفل ده لأ لا فالناس الناس مش هتبص إنه هو صوت البنالتي من ريال مدريد صحيح مش هتبص لده خالص هم هيبص للإبوان اللي جات فيه صحيح مش هيبص للإنفراضات اللي هو شالها هيبص للتشيب يقول لك يعني أنا كنت أعب أتفرج عن ماتش الناس يعني سوري يعني فيه ناس كتير جدا مش فهمة في الكرة نفسها فكل اللي بيحصل يوم هرب يقضى الشيناوي وممكن هو أصلا بيلعب الموبايل ومش شايف الكرة ده أخذ إزاي في الشيناوي لكن اللي أنا عايز أقوله منها هتفيه أخطاء وفيه أخطاء أما بالنسبة للجزئات تتكلم فيها يا كريم بتاعة حراس المرمة الناس مش هتتكلم في الننادي الأهلي يحتاج حراس مرمة غير لما يلاقي فيه أهداف بتخش في الشيناوي أو الشيناوي مش موفق طب ما احترامي كل الحراس الموجودة انت مين اللي هييجي يبقي حرس موجود يشد الشيناوي مين ما احترامي كل الحراس الموجودة كوي يصيد إنو كل حاجة لكن أنت كنا النغة اللي بدتقال ان أيحد عايز حرس مرمة أو النادي الأل بيفكر هتفكر في مين اللي هم المستقبل جاد ومين وصبحي جاد في أمبي كان ماشي كويس قوي أكتر من المصري المصري عليه ضغوطات أكتر من أمبي فبتلاقي فيه أخطاء محمد صبحي اللي هو المستقبل متخب أمبي ومتخب مصر مش موجود فبالتالي مش موجود أقصد مش موجود على السحر مش بيلعب مش بيلعب فبالتالي انت ما عندكش حد تجيبه بديل للشناو عشان يحركه طب انت عندك عالي لطف موجود انت عليك مصطفى شو بير موجود عندك حمز علاء موجود طيب احنا لو شفنا قبل كده نادي الزمالك كان عنده أربع حراس مرمى وممتازين عنده جنش أبو جبل صبحي عواد كان فيه مشاكل مشوا اتنين بقوم اتنين جمدين فيه مشاكل صح ومش صح ان انت يبقى كل اللي عندك كلاس ايه لأ حتى في أوروبا كريم ما باجه اتعاقد مع حارس مرمى انا عندي نهار ده مثلا بالعام بإلعاد ما دلوقتي هو مش حارس كبير بديل كورتوة طيب كورتوة ده في العقد جاي مكتوب في العقد انه هو رقم اتنين صح لكن انت عندك هنا احارس بديلو ملعبش بتوقع كارسة أو حصل ضرب يقولك شوف الحارس لأ انت بتتكلم في كوالة تانية بتتكلم في منتالي تانية خالص بتتكلم في سيستم تاني انت الاول مش شايف ان الشناو محتاج حارس بديل هو اللي موجودين كويس يعني عالي لطف في محمز علاء مع مستوى الشبير دول تمام اه تمام فأولا مش محتاج بديل لا مش محتاج لكن انا عايز اقوله من ناحية فيه اخطاء فيه اخطاء وارد يبقى فيه اخطاء واخطاء قوية بس انت بتتكالي الناس شايفة دي بطولة لكن لو احنا شوفنا مثلا حد عمل تشاب مش هيقوله غلط الشيناوي اقولك يا ولاد ده مين اللعيب اللي عمل الكورة دي في الشيناوي فهم قصدي لكن انت الناس النهاردة بتتفرج على الشيناوي فبالتالي الناس ببص للكورة اللي داخلها في الشيناوي لكن مش هيشوفه الانفراض مش هيشوفه الـ penalty صده في ريان مدريد طب تخيل انت مثلا ماتش ودي والنادي الاهلي متعادل مع النادي والشيناوي صده كورة يا خبر واخطأ خطائن في أوفرين ولا الهو ومسك الكورة ووعد من ايده عادي ما حدش اتكلم لكن انت بتتكلم عشان هو كمان يستفيد خليبقى لك هو يستفيد والحراص نهار ما يستفيد ان انا النهاردة بقابل top level معين كوالتي مختلفة ان انا النهاردة رايح انفرد عمرك شفتك كريم في الدوري حد بفرد مثلا بجول مش هقول بقى الشيناوي او عواد او الناس الحراس الكبار والتاني يلعب كعبه وده يحطه كورة دي مش موجود مش هتلاقي غير في ريال مدريد مش هتلاقي غير في بغاية المونك والدليل والدليل محمد الشيناوي قبل مباراتين ريال مدريد وبرميراس كان نظافه شباك ونظيفة في خمس مبارات من اربعة من ست ايه كانوا بيتكلموا في ان شريف الكرامي دخل فيها تسعة انا كان دخل فيها خمسة او ستة وكان اعلا واحد فينا الشيناوي النهاردة بتتكلم في الشيناوي اكتر واحد دخل فيه عشرة وشريف تسعة وانا ستة اللي هم كانوا بيحصائيات اللي كانت موجودة لكن انا عايز اقوله يعني دورت بيحصل في الكورة ومن ناحية فيه اخطاء ففيه اخطاء الشيناوي لازم يتعلم من اللفل ده لان ده اللفل اللي مفروض الشيناوي بيلعب فيه النهاردة كاس عالم النهاردة في عروض للشيناوي هو راه راح النهاردة واللعب في اوروبا او لعب في السعودية او لعب في الدوليات اللي هو جايه له عروض منها لازم يعرف كويس قوي وهو فاهم كويس لانه اللي عنده خبرات لجاء كاس عالم وقويلا فالليبل اللي موجود اللي بول مختلف تماما والكولاتي مختلفة تماماً عالدوري المصري أقولك على حاجة السيستم عماتاً برك غير السيستم عندنا في مصر إحنا محتاجين شغل كتير جداً